بسم الله الرحمن الرحيم محافظة الأسكندرية صف الخامس الابتدائي من كتاب الأضواء سؤال الأول أصغر عدد في مجموعة أعداد العد مضف إليه 9 أصغر عدد في مجموعة أعداد العد اللي هو الواحد لما أضيف عليه 9 يعني زود عليه 9 يبقى يديني 9 زائد 1 يديني 10 يبقى أصغر عدد في مجموعة أعداد العد اللي هو الواحد واضيف عليه يعني زود عليه 9 مجموعة الأعداد الزوجية اتحاد مجموعة الأعداد الفردية الزوجية اتحاد الفردية يديني طه الزوجي اتحاد الفردي يديني الاعداد الطبعية لان الزوجية اللي هي الاعداد الزوجية اللي هي 0.2 و 4 و 6 و 8 دي كلها اعداد زوجية والاعداد الفردية اللي هي 1.3 و 5 كده يبقى انا اخدت من اول 0.1.2.3.4 يبقى دي الاعداد الطبعية كلها لكن لو كان تقاطع مفيش بين الاعداد الزوجية والفردية تقاطع سؤال بعده المجموعة 0 و طا مجموعة يعني اخد جزئية او ليست جزئية المجموعة صفر موجودة في طاقة موجودة في طاقة اخد جزئية هنا 93 زائد 87 وهنا 87 زائد 93 وبينهم ناقص يبقى يديني صفر اني لو جمعت دول وجمعت دول ونقصتهم من بعض هما نفس الاعداد يدوني صفر ضعف العدد سين مطروحا منه 8 ضعف العدد يعني كلمة ضعف احط 2 كلمة ضعف معناها 2 العدد سين يعني 2 سين ضعف العدد سين يعني 2 سين مطروحا منه يعني ناقص اناقص منه 8 اذا كانت النقطة جيم 7 واتنين والنقطة دال 77 فتمن عيس طول اول ما تشوف طول هنترح هنشيل ال7 مع ال7 هنشيل ال7 ليه مستقرر هنا والس7 مستقرر هنا وقلوا 8 ناقص 2 8 ناقص 2 8 ناقص 2 6 8 ناقص 2 6 السؤال اللي بعده من طرق تمثيل البيانات همس البيانات بالاعمدة والمدرج التكراري والاعمدة المزدوجة جميع معصبا كي هو انا همسلها بجميع معصبا السؤال اللي بعده عدد ارتفاعات متوازل أضلاء يعني عرض ارتفاعين اتنين لمتوازل أضلاء الارتفاع الأصغر والارتفاع الأكبر عندي اتنين ارتفاع الأصغر بيقابل القاعدة الكبرى والارتفاع الأكبر بيقابل القاعدة الصغرى عدد محاور تماثل المثلث المتساوي الأضلاء تلاتة المتساوي الأضلاء تلاتة السؤال اللي بعده القطاع الدائري القطاع الدائري الملون بيمثل قد ايه من الدائرة بيمثل ربع الدائرة قطع الدائرة بيمسى الربع الدائرة مربع طول كتر عشر عايز مساحة المربع مساحة المربع نص في طول الكتر في طول الكتر نص في عشرة في عشرة نص في عشرة في عشرة نص العشرة خمسة الخمسة في عشرة بخمسين سنتيمتر مربع محيط الدائرة التي طول نص كترها أربعة محيط الدائرة باي في طول الكتر باي في طول الكتر نص الكتر أربعة يبقى الكتر تمانية يبقى باي في تمانية باي مساحة المسلس مساحة المسلس مسلس مساحة سطحه اتناشة هو جايب مساحته وطول قعدته ستة عايز الارتفاع الارتفاع بيقول ايه اتنين المساحة القعدة الارتفاع بيقول اتنين المساحة القعدة يعني اتنين في اتناشر على ستة اتنين في المساحة على القعدة الاتنين في اتناشر باربعة وعشرين 24 على الستة فيها الاربعة مساحة متوازي الاضلع طول القعدة في الارتفاع مساحة المتوازي طول القعدة في الارتفاع ساحة المتوازي طول القادة في الارتفاع السؤال اللي بعده عددان مجموعهما عشرة أحدهما سين فيكون الآخر كلمة عددان وكلمة مجموعهما هتتقل بطرح لأنه دول عددان جمعتهم وهبدأ بالعدد الأول هبدأ بالعدد الأول هقول عشرة هبدأ بالعشرة ومجموعهما تتقل بطرح ناقصين يبقى عشرة ناقصين يعني ايه كلمة عددان عددان أنا ما عرفهم شو جمعتهم على بعض مجموعهما ادوني عشرة واحد منهم سين يبقى التاني ايه عشرة ناقس سين عشان اجيب المجهول اللي جيه اقوله عشرة ناقس سين هنا اذا كانت تسعمية خمسة واربعين بيسوي سين في مية زائد خمسة واربعين ايه اللي ضربته في المية اداني التسعمية لانه الخمسة واربعين هنا مقرر اهي هنا خمسة واربعين هنا خمسة واربعين بقى التسعة يبقى هنا ما كانت ايه السين تسعة في مية بتسعمية يبقى السين بكم بتسعة يمكن تمثيل البيانات باستخدام المدرج التكراري او المضلع التكراري المدرج او المضلع محور تماثل الشكل يقسمه الى جزئين متطابقين يقسمه الى جزئين متطابقين او متماسلين سؤال لبعده قسمة اي عدد طبيعي على العدد صفر غير ممكن اقسم على الصفر غير ممكن من انواع التحولات الهندسية الانعكاس او الانتقال او الدوران الانعكاس او الانتقال او الدوران مجموعة الأعداد الزوجية تقطع مجموعة الأعداد الأولية الزوجية والأولية ما بتقطعش غير في رقم واحد بس اللي هو الاتنين ليه الاتنين؟ لأن الأعداد الأولية كلها أعداد فردية معدال الاتنين باستخدام خواص الضرب في طه أوجة ناتج 4 في 25 في 97 4 في 97 في 25 هعمل إبدال الأول هنا هعمل إبدال هياخد 4 في 25 لأن هما دول اللي هيدون صفار 4 في 25 في 97 كده أنا عملت إبدال بدلت بس الأرقام اللي تدين صفار هي بس الجنب بعضها وأخد الأربعة في 25 أحطهم في قس لوحدهم واضربهم في 97 كده أنا عملت دمك حطتهم في قسين الأربعة في 25 بمية أخد المية أضربها في 97 يبقى 9700 وبين كده أعملت إنغلق يعني إنغلق يعني العدد اللي أنا ضربته موجود في طه والنتج اللي أنا طلعته برضه موجود في طه السؤال اللي بعده سؤال المعادلة اللي هو اتنين سين ناقص واحد بيساوي خمسة بيقولي حيث سين تنتمي لطه هنا بيقولي اتنين سين ناقص واحد هنزل الطرف الأولاني زي ما هو بالظبط اتنين سين ناقص واحد وأضف له زائد واحد اضف للطرف الثاني برضه زائد واحد هنا العدد ومعكوسه يدين صفر اتنين سين هتساوي على طول لان ده وده يدين صفر عدد ومعكوسه الجامع يعني عدد وعقص إشارته يدين صفر خمسة واحد ست هنا هقسم على الاتنين الوقت سين ما هياش برضه الوحدة هلازم تبقى الواحد هقسم على الاتنين يبقى سين بتساوي ستة علاج الاتنين فيها التلات يبقى مجموعة حل المعادلة بتساوي التلات ولازم أحطها في كوس المجموعة السؤال اللي بعده معين مساحته 30 عايز طولة قطرية طول قطرية هي 6 عايز طول قطر الأخر مساحته كلها 30 عايز طول قطر الأخر هقوله طول قطر بيساوي طول القطر بيساوي 2 في المساحة على القطر 2 في المساحة اللي بتاعت المعين على طول القطر 2 في المساحة اللي هي 2 في 30 2 في 30 والقطر عندي بكام ب6 يبقى 2 في 30 ب6 2 في 30 على 6 الـ 2 في 3 ب6 وبحط الصفر 60 على 6 بيساوي 10 يبقى طول القطر بيساوي 10 سمت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته